نعم نحن الآن متواجدون في فرع نقابة معلمي جامع دمشق لتغطية سير العملية الانتخابية هذا المركز مخصص لأبناء محافظة إدلب لتأديد حقهم الانتخابي حقهم الدستوري وانتخاب ما سنمثلهم تحت قبة البرلمان لمدة أربع سنوات مقبلة وللاطلاع أكثر على سير هذه العملية تنضم معي مباشرة رئيسة المركز سوهاء السرماني رياطي كلافي لو تخبرين تطلعين أكثر على سير هذه العملية الانتخابية الإسعدادات اللوجستية أهلا وسهلا فيكم أول شيء نحكي عن أهمية الاستحقاق الدستوري لدور التشريع الرابع لمجلس الشعب نحن متواجدين هون من الساعة السابعة صباحا باستقبال الجماهير أنا كتير سعيدة كتير أنه شفت أنه في وعي جماهيري لهذا الانتخابات بصراحة أهم شيء أنه يكون نحن متوقعين أنه يكون في ما في كتير إقبال كتير تفاجأنا أنه في إقبال وعم ينتظرونا على الباب برا كتير مبسوطين لهذا الوعي الجماهيري وهذا الصندوق من نحكي عنه أنه مخصص لأهالي أدلي بالمتواجدين بدمشق وهذا الصندوق مركزه بجامعة دمشق فرع نقابة المعلمين أهلا وسهلا فيكم شكرا إذن كما أكدت رئيسة المركز هناك إقبال كثيف من قبل الإخوة المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي أكثر من 1500 مرشح يتنافسون على 250 مقعدا برلمانيا والآن ينضم معي أحد الإخوة المواطنين الناخبين والذين أدلوا بصوتهم الآن يدلي بصوتهم مباشرة يمارس حقه الديمقراطي أنت الآن انتخبت ما هي مطالبك من المرشحين مرشحي مجلسة الشعب يعني الإصلاح بالاقتصاد بالكذاب أي شيء يعني بشكل عام المطالب هي الإصلاحات هي مطالب محقة لكل الإخوة السوريين الذي قمت بانتخابه يعني ما هي مطالبك بشكل أوسع منه تحديدا أنه صلحنا الوضع عنيكي عنا بالمنطقة فيه وضع المعيشة فيه عنا كثير دمار بالمنطقة يعني يوصل صوتنا لفوق شكرا ينضب معي نعم أحد الإخوة المواطنين والذي يريد الإدلاء بصوتهم مبارس حقي الانتخابي أنت اليوم أتيت لانتخاب من سيمثلك تحت قبة البرلمان ماذا تطلب منه؟ نحن جئنا لحطة مارس حقنا دستوري بالانتخاب الانتخابين اللي بمثلنا تحت قبة البرلمان يوصل صوتنا يوصل اللي نحن بدنا إياه نحن نتأمل منه يحسنون الواقع المعيشي الواقع الخدمي يعني نحن نتمنى أنه يكونوا عند حسن ظنهم ويكونوا هنا عند حسن ظنهم شكرا إذن تحسين الواقع الاقتصادي تحسين الواقع المعيشي تحسين الواقع الخدمي سن تشريعات جديدة تواكب العصر الحالي هي مطالب محقة لكل الإخوة والسوريين لكل المواطنين والسوريين الذين عانوا معانوا على مضاء الـ 12 العام الماضية من إرهاب ومن دمار كان معكم لقناة سماء الفضائية من فرع نقابة معلمي جامع دمشق جعفر الحافي تحسين الواقع